موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث كشف تقيل جديد للبنك الدولي أن إجمال عدد موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيدرة الحوثيين مائتين وخمسة وعشرين ألف موظف لم يتم دفع رواتب بانتظام وما زال هذا الوضع قائم وبحسب تقيل البنك الدولي مرصد اليمن الاقتصادي فتبلغ فاتورة المرتبات الشهرية لإجمال موظفي الخدمة المدنية بمناطق سيدرة الحوثيين بواقع مائة ألف ريال شهريا كحد أقصى لكل موظف إثنين وعشرين مليار وخمسمائة مليون ريال في حين تتجاوز إيرادات الحوثيين ترلوني ريال سنويا وأضاف التقليل أن الحوثيين يدفعون نصف الرواتب بصورة غير منتظمة بين عامي 2017 و2020 ما مجموعه وعشرين دفعات تعادل عشرة أشهر من المرتبات واتوا صيدر مليشي الحوثي على صنعا ومعها مركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة وأصبحت أكثر فاعلية في فرض الضرائب على السلع والشركات والتربح من مبيعات النفط والغاز الذين ينقلان إلى مناطقها إلى جانب صيدرتي على التجارة الداخلية وفرض سلسلة من الجبايات غير القانونية ومصادرة الأموال الخاصة شهدت أسعار السمك في عدن ارتفعا قياسيا ليسجل سعر الكيلو الواحد للثمد أعلى تسعيدة له في تاريخ مدينة عدن بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 14 ألف ريال فيما سجل الكيلو الديراك سعرا خياليا وصل إلى 20 ألف ريال للكيلو الواحد حتى أن مرتب الموظف الحكومي الذي لا يزيد مرتبه عن 60 ألف ريال لا يكفي لشراء ثلاثة كيلوهات سمك وعبر مواطنون عن أسف مشهدي جراء الارتفاع الكبير الذي تشهد أسعار السمك في ظل صمت مريب من قبل الجهة الحكومية لوقف هذا الارتفاع الجنونية ومطالبات بضرورة تحسين ظروف المعيشية لهم حققت قناة السويس المصرية السبت أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة وذلك بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمال حمولات صافي قدرها 5 ملايين ومائتي ألف طن وقال رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات العبور اليومية عبر القناة شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع القناة الجديدة حيث ارتفع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة من 48 سفينة قبل مشروع القناة إلى 62 سفينة حاليا بإرادات وصلت إلى 7 مليارات دولار خلال العام الماضي وأخيرا ارتفع احتياد نقد الأجنب في الصين إلى 3 تريليونات ومائة واربعة مليارات دولار بنهاية يوليو بارتفاع 32 ملياراً وثمانمائة مليون دولار عن يونيو الماضي وارتفعت قيمة التجارة الخارجي الصينية من البضاء بنسبة 10.14% على أساس سنوية لتصل إلى 23 تريليوناً وستة مليارات دولار أي حوالي 3 تريليونات وخمسمائة مليار دولار ترجمة نانسي قنقر